في الحلقة دية هنتكلم عن تسريبات عن موبايل قوي جدا جاي من شركة أوبو والموبايل دوت هو موبايل أوبو كي ناين برو اللي جاي مع مع معالج ممتاز جدا والموبايل دوت هيتعلن عنه قريب في يوم 26-9 فيعني من غير ما نطول عليكم تعال ندفع نطول الحلقة للأسف لسه ما فيش معلومات عن الهيكل بتاع الموبايل الخارجي فيعني مش هنتكلم عنه وخلينا نبدأ من شريحة الاتصال الموبايل هنا بيدعم تركيب شرحة نطول صال من نوع النينو مع دعم شبكات الجيل الخامس وبيدعم كمان منفذ السامعة التقليدي 3.5 وبنسبة لصوت الخارجي فصوت هنا بييجي قوحة دي وده يعني مش هقدر اقول انها حاجة كويسة أو وحشة علشان للأسف لسه ما فيش معلومات عن السعر أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع سوبر أموليد بمساحة 6 و 4 من 10 بوصة بدقة 1080 في 2400 بيكسل وبأبعاد 20 إلى 9 ومع كسافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بكوة إضاءة 750 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو التسعين هرتز والبصم هنا كمان تيجي تحت الشاشة ومفيش أي طبيعة حماية لحد وقت تسجيل الحلقة ديت بتيجي على الشاشة وديت كل حاجة عن الشاشة برضو فكم وصفاتها عموما نقدر نقول عليها ان هي شاشة كويسة في موبايل تحت 6000 جنيه كان مستوى شاشة عموما أما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل بيجي بنسختين النسخة الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والنسخة الثانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام وللأسف مش بيدعم تركيب بطاقة تسخرجية أما بقى بالنسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل بيجي بنظام تشغيل أندرويد 11 مع وجهة ColorOS 11.1 مع مع معالج قوي جدا وهو ميت تيج ديمينسيتي 1200 5 جي بدقة تصنيع 6 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 77 وطبعا من ناحية أداء المعالج دوت فأكيد يديك أداء ممتاز جدا وده طبعا معالج قوي بسبب قوة الأنوال اللي فيه بتوصل لتردد 3 جيجا رتز وده تردد عالي جدا كافي أنه يديك أداء ممتاز بس مع التردد العالي تعرف أنه ممكن يستهلك شوية في البطارية بس مش تراجل ملحوظة يعني مش عايز عليك في البطارية وبالنسبة للكاميرات فموبايل أوبو كي ناين برو بيجي ب3 كاميرات خلفية الأولى بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.7 والكاميرا التانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.2 ودية كاميرا ألترا ويت والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.4 ودية كاميرا مكرو وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقونية البانوراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطار في الثانية وبدقة Full HD بسرعة 120 إطار في الثانية أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجابيكسل وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية وبالنسبة لأداء جوتة الكاميرا الدية فمن المتوقع أن تديك أداء كويس وصاد الفئة السعرية بتاعة الموبايل دوت اللي احنا لسا ما نعرفهاش بس كاميرات شركة أوبو مع غرفة بقوة أداءها وفتحة العدسة هنا بتاعة الكاميرا الرئيسية واسعة نسبيا يعني كاميرات ضوء كبيرة دخل للسنسور يعني تفاصيل أكتر في الصورة وصورة أوضاع كتوقع يعني لأداء الكاميرا الدية هيكون كويس وبالنسبة لبقى تقنيات فالموبايل إنها هيدعم تقنية الوفاق داريكت والبلتوس مزدر الخامس ومعهم الجي بي اس وتقنية الف سي بس للأسف مش بيدعم الرديوم أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 4400 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 65 وط مع شاحن من نوع دايب سي وبنسبة لحجب البطارية دوت فللأسف أنا بعتبر مش كويس علشان المعالج هنا قوي نسبيا من ناحية قوة الأنوية فيستهلك طاقة شوية والشاشة هنا بتيجي بمعدل تحديث عالي ومن نوع سوبر أموليد فبرضا تستهلك طاقة شوية فيعني حجب البطارية مش متناسب مع باقي مصافة الموبايل بس مع وضالك بسرعة شحنة عالية واللي هي زي ما قلنا 65 وط بس كده كده أنا خلصت كل حاجة عن الموبايل وللأسف لسه ما فيش معلومات عن السعر بس بإذن الله هتلاقي توقع للسعر في الوصلة على الفيديو بالدولار وبعض العملات العربية ولو أنت عندك توقع للسعر برضو يسيبهولي في التعليقات وعايز أشوف كامل رأيك عنه بس هتنساش اللايك سبسكرايب واتفع الزر الجرس ولو عندك أي يسأل سبهولي وأنا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم